شكراً كتير للزميلة أروى على دايماً هيك كل يوم تعطينا أخبار جديدة ومميزة حمدى بأول الحلقة أخذنا تقرير عن شهر الابتكار والموضوع الصراحة كتير مغري وكتير مميز وممتع لحتى نحكي فيه أكتر لهيك في معنا ضيفي بالستوديو الأستاذة سلام أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك معنا صباح الخير صبايا صباح الخير لجميع مشاهديكم أهلا وسهلا فيك أستاذة شهر الابتكار بدولة الإمارات ما مدى أهمية وجود هيك شهر أو وجود هيك فكرة للمبتكرين وأدي هذا الموضوع داعم قوي للأفكار داعم قوي جداً مهم جداً جداً ولكن مش بس فقط للمبدعين والمبتكرين هو مهم جداً لكيفة المواطنين المتواجدين إن كانوا مواطنين ولا زائرين الابتكار شيء أساسي في تقدم الشعوب الابتكار شيء جداً مهم للنهضة وتقديم الجديد والمفيد لكيفة الشعوب فلما نقول في عنا شهر للابتكار كأنه عم نقول في عنا شهر حتى جميع طاقات المجتمع تتركز أكثر على فكرة الابتكار فكرة الإبداع لذلك الإمارات بلشت بفكرة الابتكار وكان في عنا شيء اسمه أسبوع الابتكار ولكن مع الوقت ونظراً للفائد القصوى من هالأسبوع تم التطوير لإله لحتى يصير في عنا شهر الابتكار تخيلوا ثلاثين يوم شهر بيكاملوا كل الإمارات عم بتركز ساقاتها على التجديد على التغيير على حتى الجميع لحتى يطلعوا بأفكار جديدة ابتكارية بتساعد بتطوير المجتمع بكيفة جوانبه بس دكتور لو تكلمنا على الصعيد مثلاً الاثنينة الفردي والمجتمع شو العائد اللي ممكن تتطلع عليه الدولة في هذا الشهر؟ نعم عادة الدولة بتطلع على تطوير كيفة جوانب المجتمعات من أفراد وجامعات ومجتمع بشكل كتير كبير وأيضاً الأفراد بيعرفوا أنه هنه ما ممكن يبدعوا ما ممكن يعطوا ابتكارات إذا ما كان في عنا دولة حكومة حادنة للابتكار لذلك منلاحظ أكثر الشعوب اللي بتقدم ابتكارات هي الشعوب يلي أفرادها عايشين في دول تدعم المبتكرين لذلك منحس أنه في ناس عندهم دول بتحضنهم بتقلهم ابتكروا اشتغلوا أعطوا نتيج جديد حتى يتطور مجتمعنا لذلك الحكومات إلى دور جداً 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 أساسي في حضن كل المبتكرين والمبدعين عشان هيك في بعض الدول منحس في عندها نسبة أعلى من الابتكارات هوني كمان بدنا ننوه أنه الإمارات العربية المتحدة عم تقفز قفزات جداً عالية في ناحية التقييم العالمي للابتكار بعد ما كانت بالمركز 38 عالمياً هالسنة صارت بالمركز 36 عالمياً وهي بالأساس الأولى عربياً من سنوات وبعدها لغاية الآن الأولى عربياً لذلك منحس أنه الابتكار مش بس شغل فردي الابتكار شغل جماعي لدينا دولة حاضنة لدينا أفكار عم بيتم تحفيزهم على الابتكار وبالدالي منشوف دور التجديد تطوير وبسير قدباً إلى الأمام بشكل عام لأنه يمكن أصلاً إذا كان المبتكر موجود ببيئة تتجاهل هذا الموضوع ما رح يقدر يطور ولا رح يقدر يقدم شيء بالعكس يمكن يقابل بالرفض بس دكتورة مين المبتكر؟ شو هي صفات الشخص المبتكر؟ أو كيف؟ شخص عادي مثلاً ممكن يشتغل ويطور نفسه لحتى يصير مبتكر ويصير يعطي أفكار جديدة نعم ما فينا نقول إنه هيدا الشخص نحط له إتيكات أو استيكر نقول هيدا مبتكر ولشخص آخر نقول هيدا غير مبتكر جميعنا عنا بذرة لخلق عنا بذرة الإبداع والابتكار ولكن في عنا نواحي أخرى بتغطي على الفكرة لازم نقول إنه جميعاً وينما كنا بأي قطع بأي مهنة عنا قدرات لنبتكر عنا قدرات لحتى نبدع ولكن المشكلة إنه ما بنعرف الشيء المشكلة إنه في صوت آخر عم بيقلنا إنه أنت ما بيطلع من أمرك شيء لا مش مظبوط المبدع هو أي شخص موجود هو أي شخص بيشغل أفكاره بيشغل خياله بيحاول يعمل الطريقة المتعودة عليها ولكن بطريقة أفضل بتكون أسلم بالنتائج اللي عم بتكون فبالتالي ما فينا نقول هيدا مبدع هيدا غير مبدع لا فينا نقول في شخص مبدع ولكن انفتح له الطريق لحتى يفرج إبداعه في شخص مبدع ما كان فيه موحيط حوالي عم بيقله ما حيطلع من أمرك شيء هي نعم انفتح له الطريق أصدق هي فرصة ولا هو نفسه اشتغل على حاله الاثنين الاثنين بدي يكون الابتكار والإبداع فكرة يا جماعة منه شيء جاي من كوكب آخر منه شيء بعيد عن المطال أو التحقيق هو شيء بسيط الإبداع منه هالهيلة ضخمة الإبداع ممكن يكون بأي عمل بسيط يعني متعودة تعملي عملك المعتاد عليه بطريقة واحد اثنين ثلاثة أربعة بشكل جيد الإبداع انه تقديه بشكل جيد جدا تشوف شو هي الوسيلة لتوصل التقديه ممتاز فهو ما نقول انه اوكي انا عم بعمل شغلي وهيدي هي الإبداع انه قدم شغلي بطريقة أفضل من المرة السابقة حضراتكم إعلاميات وبتعرفوا انه اذا ما كان فيه إبداع بعملكن ما بتستمروا بالمهنة إذا ما كنت قلت انا اليوم قديت بشكل جيد بكرة هقدي جيد جدا ما هتتطموري وما هتستمر بالمهنة الإبداع هو الوسيلة للاستمرار هو الوسيلة لتقديم شيء يبهر أفضل من السابق مش ضروري الإبداع يكون بخلق فكرة جديدة إذا قدرنا خلقنا كتير منيح يعني حضرتك إذا قدرتي بكرة طلعدي بفكرة برنامج جديد كتير منيح هذا نوع من الإبداع ولكن بمجرد ما تطور بقيلية شغلك بالمكان اللي انت فيه بالإمكانيات اللي عندك تأدي أفضل من قبل هذا أيضا نوع من الإبداع دكتورة وجد شهر الإبداع أو الإبتكار عشان يكون تضامن مع الخطة الخمسينية أي على المستقبل لكن هل مثلا يكون فيه خطط على المدى القصير ممكن تفيد المجتمع أو الفرد؟ نعم الخطط عادة بتكون من المحكومات لحتى تدعم المواطنين وتقول لي أنا مش عمفكر بس هلأ عمفكر هلأ وغدا ومستقبلا ولغاية خمسين سنة مثل ما كان في عنا رؤية من خمسين سنة باتحاد الإمارات في عنا رؤية أيضا للوصول لما كان متقدم جدا بالإمارات وبالتالي في عنا خطط مستقبلية جدا مهمة كل ياتنا لازم يكون في عنا خطط هلأ الفكرة أنه بعضنا ما بيعرف أنه عنا خطط وبيأخذها بشكل غير متوقع يعني مثلا أنا بقول بكرة حأعمل هيك بعد بكرة حأعمل هيك هيدا نوع من التخطيط خلي تخطيطنا لبكرة يكون بنوع من إذا بدكن الإبتكار ويكون التخطيط واقعي التخطيط ملموس فبالتالي التخطيط للمدى البعيد جدا مهم ولكن يومي وغدا هو كمان أساسي على الجميع أنه ينتبه له ما عم بحكي كلمات كتير كبيرة ما عم بحكي على خطوات فقط اللي بمراكز متقدمة أو الهيئات العامة هي اللي بتنفذها جميعا بكل الأفراد هي خطوات بسيطة بتقول أنه أنا بكرة حأخطت لبكرة تاعي بطريقة تكون مخالفة نوعا ما متطورة نوعا ما عن واقعي هيدا وبالتالي بيصير في عنا عجلة الإبداع عم تركض لواحده طيب دكتوريا بعصر السرعة وعصر التكنولوجيا يمكن أيام زمان كان في ابتكار بس ما كان واضح وملموس وينتشر بشكل كبير مثل اليوم قد التكنولوجيا ساعدت وساهمت بتطوير الابتكار وبسرعة انتشاره ساهمت كتير وما ننسى أنه كل الابتكارات هي العلاقة بالتطور يعني كلما تطورت الشعوب كلما عندها ابتكارات متطورة مع أنه الابتكار منه فقط بالتكنولوجيا يعني صحيح التكنولوجيا ساهمت ولكن خيرا نقول الابتكار منه محصور فيها يمكن يكون الابتكار على وسائل مواصلات يعني لما أجي أنا من دبي على الفجيرة بشكل كتير سريع بطرق جدا مسهلة لقيلة ميسرة لقيلة ما حس ببعض المسافة هيدا نوع من الابتكار لما أتلقى العلاج الصحي بشكل سريع بشكل مباشر من دون ما يكون بحاجة لأي شيء هيدا نوع من الابتكار عم حاول أقولها النقاط لحتى أقول الابتكار بكل المجالات مش فقط بالتكنولوجيا ممكن يكون أكاديمي ممكن يكون مواصلات اتصالات صحة بفنون بكل المجالات ولكن التكنولوجيا فعلا كان إلى الدور بقفز نوعي للابتكار ولكن لو أخذنا التكنولوجيا بوقتها يعني مثلا كان عندنا الهاتف الأرضي اتطور لصار عندي الهاتف المحمول كان عندي كمبيوتر اتطور لصار لابتوف ولكن اتطوروا أيضا ابتكروا أيضا لحتى يصير الهاتف الزكي بين إيديه هو الكمبيوتر تاعد فمثلا لو أبائنا كانوا قالوا يا يسر عندي هاتف محمول ووقفوا عند هالابتكار ما تطوروا لحتى يصير في عندي خلق ما بين هالابتكارين ما كان في عندي تجديد فالفكرة بتقول الابتكار مش ضروري دائما بيخلقوا الابتكار بيدبج أفكار بإضافة أفكار أخرى على منتج الردي هو عندي فلما كان عندي الموبايل كان قمت الابتكار بوقتها قمت الإبداع أنه عندي هالهاتف المحمول ما فينا نقول وصلنا لمرحلة خلاص صار عندي ابتكار كلي بدي يكون فيه تطور والتطور بدي يجر تطور ودمج أفكار أو خلق أفكار هي الأساس لأي ابتكار بس دكتورة أنا كنت يابستش عن المجالات اللي ممكن يتمحور فيها الابتكار وانتي قلتها قبل ما أسأل له في التكنولوجيا اللي احنا ما ننكر أنه في مجالات أخرى أيضا يكون الابتكار فيها أعلى من المجالات الثانية علما مثلا بأن شأهر الابتكار يدعم كل المجالات لأنه طبيعيا نشوف أنه في مجالات الابتكار فيها أعلى من غيرها أنا بس أبدا أتكلم عن الأسباب ليش ممكن تتمحور الإبداع أو الابتكار في مجال ومجال ثاني لا عادة يمكن لأنه في مجالات بنسمع فيها أكثر يعني بدأ أعطيكي مثل عادة عادة بعض الأشخاص بيقولوا أنه يمكن القطاعات الخاصة هي اللي أكثر ابتكارة من القطاعات العامة مع العلم أن القطاعات العامة هي مبتكرة بشكل أو بآخر يعني التأمينات الصحية الحكومات الذكية التواصل اللي عم بيصير بشكل أو بآخر بيدل أنه لقى فيه مؤسسات عامة ومرافق عامة مبتكرة وهي عم تعطيها الآلية الخاصة للابتكار ولكن فيه يمكن إذا ما بدي أقول سوق فهمي فيه يمكن مفاهيم سابقة مزروعة فينا أنه الخاص يبتكر والعام لا يبتكر ولكن الحقيقة مش دايما هيك الابتكار بأصغر التفاصيل موجود ومش فقط بالحياة المهنية مش فقط بالهيئات أو المؤسسات حتى بالعلاقات الخاصة وبالأفراد فيه ابتكار يعني مثلا بآخر الدراسات تبين أنه لما يكون فيه موجات غضب طبيعي مثل الأعاصير بالغرب انتبهوا أنه الأشخاص يلي بيسلموا من أي أعاصير بتصير هن المبتكرين لأنه بيلاقوا طرق لحل أي أمور بعيدا عن التقليد نفس الشيء انتبهوا بأحدث الدراسات أنه المشاكل الزوجية يلي بتصير الأفراد المبتكرين دائما بيمتصوا أي مشاكل وبيطلعوا بحلول بهالمشاكل لذلك الابتكار للجميع بكيفة المرافق ويمكن تسليت الضوء على مرافق أخرى غير التاني بتخلينا نحس أنه فيه ناس مبتكرين والآخرين يمكن حتى بأدق تفاصيلنا بالحياة شكرا كتير لوجودك معنا دكتوريا أنت عطيتنا أمل وطاقة كتير إيجابية حلوة وعم تخبرنا بطريقة مباشرة أنه فعلا بداخل كل إنسان مبتكر محتاج شوية تطوير والشغل لحتى يقدر يبدعوا لحتى تقدر الناس تشوفوا شكرا كتير لحبك تفاصيل شكرا نورتينا بصباح الخير يا وطن نحن رح نطلع بريك ونرجع نكمل شكرا لألكم